السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثير من الناس بيعاني لما تفوتوا حاجة من الدنيا وكثير من الناس بيهتم ويغتم لأمر الرزق وكثير من الناس بيعلق ألبه بالخلائق وينسى الخالق نسأل الله تعالى أن يوسع علينا وأن يبسط لنا من الأرزاق الحلال فيما يرضيه وأن يعيننا إلى استعمالها في طاعته أربع آيات من كتاب الله عز وجل سوف تريحك أيما راح حين تقرأها حدثني عن ألبك بعدما تقراها كل يوم صباحا ومساء بإذن الله أضمن لك إذا توكلت على الله حق توكله أن تكون من أهل اليقين وأن يكون لهذه الآيات الأثر البالغ في طمأنينة قلبك وسكون نفسك وزكاة روحك وصلاح بالك وحالك أربع آيات من كتاب الله تعالى لا تبالي بشيء من أمر الرزق إذا قرأتها صباحا ومساء أربع آيات من كتاب الله تعالى تكتفي بها عن جميع الخلائق وتعلق قلبك بالله الواحد الخالق أربع آيات من كتاب الله تعالى إذا قرأتها صباحا ومساء لن تبالي بعدها ما أصابك من الدنيا ولا ما فاتك منها إلا علمنا حكاية الأربع آيات الكريمات دولة واحد من كبار الأئمة الأولياء الزاهدين التابعين معروف بأنه هو راهب هذه الأمة هو مين ده؟ عامر ابن عبد الله ابن قيس رحمة الله عليه المتوفى سنة خمسة وخمسين هجرية بيقولوا أنه هو راهب هذه الأمة بيقولوا لنا أن الزهد انتهى أمره إلى تمانية من التابعين منهم سيدنا عامر ابن عبد الله بن قيس اللي حيعلمنا حكاية الأربع آيات دولة بيقول لنا إيه سيدنا عامر ابن عبد الله بن قيس بيقول أربع آيات من كتاب الله تعالى إذا قرأتهن صباحا ومساءا ما أبالي ما أصبح عليه ولا ما أمسي عليه هبقى مرتاح جدا طالما الأربع آيات دولة أنا أريتهم وفهمتهم ووضعتهم جوة قلبي وما أبالي بعد هذه الآيات الأربعة إذا قرأتهن ما أصابني من الدنيا ولا ما فاتني منها يعني اللي جاي زي اللي رايح كل حاجة مستوية عنده مطمئن هادي نفسه طيبة بيقول لنا كمان هذه الآيات الأربعة أقرأهن صباحا ومساءا فاكتفيت بهن عن جميع الخلائق يعني هذه الآيات الأربعة علقتني بالله الخالق أولاهن قوله تعالى في سورة يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام في الآية 107 وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم الآية الثانية في سورة سيدنا هود على نبينا عليه الصلاة والسلام الآية رقم 6 قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين أما الآية الثالثة فإنها في سورة فاطر يقول الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وأما الآية الرابعة والأخيرة قوله تعالى في سورة الطلاق الآية رقم 7 سيجعل الله بعد عسر يسر هذه آيات أربعة اقراها في الصباح والمساء تطمن قلبك تصلح حالك تريح بالك تهدي نفسك تعلقك بالله عز وجل مش هتلتفت للخلائق الدنيا راح تزيجت ربنا سبحانه وتعالى حيرضيك أسأل الله تعالى أن يرضيني وإياكم وأن يصلح أحوالنا ويطمئن قلوبنا ويوسع أرزاقنا وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وأن يغنينا بفضله عم سواه اللهم آمين تحيات الزاكيات إلى حضراتكم محبكم الدكتور شهاب الدين أبو زه وأستاذ علم الحديث النبوي حامدا الله تعالى ومصليا على سيدنا المصطفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ومتواضعا لله رب العالمين